أعتقد أن صورة اتضحت واتضحت أكثر ووفقا لهذه المعطيات يمكننا أن نشخص بالإجمال تكليف الشيعة حاليا في هذا الوقت مثل ما جاء في السؤال إزاء إمام زمانهم الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه علينا أن نعرف ولو بالإجمال مسار الواقع العالمي وعلينا أن نعرف ولو بالإجمال مسار الواقع الشيعي المرجعي إنه واقع الضلال واقع سقيفة بني طوسي وعلينا أن نعرف بالتفصيل وليس بالإجمال الواقع الشيعي المهدوي بقدر ما نستطيع بقدر ما نستطيع وأن نعرف أن الاتجاه الأول لا نستطيع التواصل معه حينما يكون الكلام عن التواصل المباشر مع إمام زماننا هذه هي الغيبة الكبرى وهذه قوانينها وكذاك الكلام في الاتجاه الثاني مع المجموعة الخاصة من خاصة مواليه لا نستطيع التواصل معه وإنما نتواصل مع الاتجاه الثالث مع آلية الفيض الشمس أن يصل فيض الشمس إلينا رغم وجود الغيوم عبر رواة الحديث عبر الذين أعطاهم إمام زماننا ما أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة حتى صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة أو عبر أولئك الذين تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح مثل ما حدثنا أمير المؤمنين في خطبته التي جاءت في نهج البلاغة الشريف وذلك يكون عبر ما بيّن لنا إمامنا الصادق اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل يا ابن رسول الله أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث فابحثوا عن المفهم النجاة هنا فابحثوا عن المفهم هذا أمر راجع إليكم لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك عندكم عقولكم وعليكم بالتعليم والإعلام والمساحات مفتوحة أمامكم وابحثوا بأنفسكم كي تقوم الحجة عليكم من عندي أنفسكم احترموا عقولكم وابحثوا ما جئتكم بشيء من عندي وضعت الحقائق واضحة جلية لكنني أتحدث عن موقفي الشخص لا شأن لي بالآخرين إنني أجد تكليفي في عملي عبر مؤسسة القمر للثقافة والإعلام هذه المؤسسة التي رفعنا رايتها رمزا ما هي براية زعامة ولا براية منهج مخالف لمنهج إمام زماننا إنما نسعى بقدر ما نستطيع أن نكون قريبين من المنهج اليماني ولذا رفعنا رايتنا الزهرائية اليمانية تشبها 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 بالراية اليمانية إننا ننتظر اليوم الذي تخفق فيه الرايات رايات حمراء تأتي من الشام إنها رايات السفياني ورايات سوداء تأتي من خراسان إنها رايات الخراساني ورايات بيضاء تقبل من اليمن إنها رايات اليماني فرايات السفيان حمراء ورايات الخراساني سوداء ورايات اليمان بيضاء في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام إننا نبايع البيعتين هذا هو منهجنا تقبلون المنهج فكونوا معنا فحيها لا لا تقبلون المنهج كل له دينه نحن في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام نبايع البيعتين بيعة بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم ونتبرأ ونتبرأ البراءتين براءة من سقيفة بني ساعدة وبراءة من سقيفة بني طوسي من دينها من عقائدها من فتاواها من منهجها الضال نتبرأ البراءتين براءة من سقيفة بني ساعدة وبراءة من سقيفة بني طوسي وننتصر للظلامتين ظلامة فاطمة من سقيفة بني ساعدة حيث أحرقوا منزلها وقتلوا شخصها وظلامة فاطمة من سقيفة بني طوسي بني نجف بني خوئي بني سيستاني حيث أحرقوا منزلتها وقتلوا شخصيتها قتلوا إمامتها وقتلوا قيمومتها على الدين وأهل الدين وما عرضناه يوم أمس من حديث مرجعية السيستاني عبر الكشميري لهو دليل واضح على هذا والحكاية ليست مقتصرة على السيستاني إنها حوزة الطوسي بكل قذاراتها منذ أن تأسست سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى هذه اللحظة نبايع نبايع البيعتين بيعة الغدير الأولى وبيعة الغدير الثانية ونتبرأ البراءتين من سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي وننتصر للظلامتين للظلامة الأولى حيث أحرقوا منزلها وقتلوا شخصها وللظلامة الثانية حيث أحرقوا منزلتها وقتلوا شخصيتها قتلوا إمامتها ونتمسك بالمصدرين بقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وبحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير نتمسك بالمصدرين ونعمل بالجناحين بالتعليم والإعلام هذا هو عنواننا مؤسسة القمر للثقافة والإعلام ونخدم الخدمتين إنها الخدمة المادية والخدمة المعنوية ما نستطيع أن نقدمه ماديا من أموالنا ومن صحتنا ومن أعمارنا وحياتنا وشؤوننا المادية نخدم الخدمة المادية ونخدم الخدمة المعنوية بوجداننا وعقولنا بكل ما نستطيع في دائرة التعليم والإعلام ونرفض الجهتين الجهتين الفاسدتين أفسد جهتين في الواقع الشيعي المرجعية الشيعية والأحزاب القطبية الشيعية نرفض هاتين الجهتين نقاطع هاتين الجهتين إننا نرفض المرجعية البترية السيستانية الشيعية ومن معها نما أشرت إلى المرجعية البترية السيستانية لأنها المرجعية العليا وإلا فبقية المراجع كذلك إننا نرفضه رفضا قاطعا ونقاطعه بتريون هؤلاء ونرفض الأحزاب القطبية الشيعية إنها أحزاب بترية مرجعية ناصبية هذا هو منهجنا نبايع البيعتين نتبرأ البراءتين ننتصر للظلامتين نتمسك بالمصدرين نعمل بالجناحين بالتعليم والإعلام نخدم الخدمتين المادية والمعنوية نرفض الجهتين إنهما أفسدوا جهتين في الواقع الشيعي المرجعية الشيعية والأحزاب القطبية الشيعية هذا هو منهج مؤسسة القمر للثقافة والإعلام مثل ما قلت لكم أنتم ميزوا الأمر واحترموا عقولكم هذه إجابة على السؤال الأول من أسئلة النجف سؤالان من النجف والجواب من لندن من مؤسسة القمر للثقافة والإعلام نلتقي غدا كي أجيب على السؤال النجفي الثاني أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر